طيب هنروح لكرة اليد اخبارنا يمكن تبتدي بكرة اليد عندنا مهمة يعني زي ما بيقوله مهمة انت حرين يعني ما بحبش اقول كده بس هو دايما بيبقى يقولك احنا عندي مهمة قوية جد كنا عند در المجمع الاخيرة طبعا كرة اليد الرجال السنة دي قابلهم بدلق بشكل كبير تم طبعا تغيير الجهاز الفني ورئاسة الجهاز جابوا يعني طبعا جيه جهاز كبتر رحمد سلم مدير فني جديد كبتر رئيس البيب رئيس الجهاز لعبنا مباريتين لعبنا مبارح مع سبورتينج كسبنا الحمد لله رب العالمين النهاردة لعبنا نادي طلاق الجيش المحترم فوزنا 24-21 كسبنا مباريتين بشكل انفس يعني بقول لكم مباريتين ما كانوش سهلين كانو صعبين يتبقى لنا مباراة وحيدة بكرة مع نادي الزمالك المتصدر بفرق دي بفرق نقطة ونص يا جماعة بفرق نقطة ونص طيب ايه الوضع بكرة تخسر او تتعادل شكرا تكسب كل اللي فات ده يتمسح باستيكا وتاخد اللقم او والله ازا ما بقول لكم كده هتقول ازاي كابتن ده احنا خسرنا كتير جدا المطشاط اللي فاتت وخسرنا مباريات و لا هي دي بقى حلوة الرياضة طول ما انت متمسك بالامل بيجي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى وبإذن الله احنا عندنا ثقة في لعبتنا بإذن الله وفي الجهاز الفني انهم هيبقوا رجالة وعلى قدر المسؤولية بكرة ويعملوا عليهم والمكسب بتاع ربنا يعني نكسب بكرة الزمالك يا كابتن هيسا مناخد الدوري بعد كل اللي فات ده اه تخيل طب هل تقدر اه نقدر ده احنا كنا متأخرين فرق ستة وطلعنا فرق هدف كنا متأخرين سبعة كمان وطلعنا فرق هدف نقدر توفيق ربنا الروح الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع مباراة بكرة مباراة مهمة كل التوفيق لكابتن احمد سالم وكابتن الياس اللبيب والفرق بالكامل ان شاء الله بكرة يكونوا متوفقين في المباراة